الفقرة الطيبة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمين آمين يا رب العالمين اللهم آمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله صلى الله عليه وسلم مولانا عايز أعرف مين هم أهل اليمين يعني إيه دايما يعني يدعي لنا دعوة كده ربنا يجعلك من أهل اليمين الله طيب بداية قبل ما نتكلم عن أصحاب اليمين والدعاء الجميل لربنا يجعلنا من أصحاب اليمين نسأل الله سبحانه وتعالى جلة قدرته أن يجعلنا والسامعين من أهل اليمين اللهم أمين ومن السابقين اللهم أمين ليه بقى الدعوة الجميلة دي لأن أصحاب اليمين كما قال الله عز وجل في سدر مخضوض وطلح منضوض قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي ما أدراكم ما أصحاب اليمين وما مكانت أصحاب اليمين وما الثواب والأجر والجزاء العظيم الذي أعده الله لأصحاب اليمين ثوابهم عند ربنا في سدر مخضوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسكو وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لمين يا رب كل العطاءات دي لأصحاب اليمين يا رب جعلنا من أصحاب اليمين اللهم أمين طيب أصحاب اليمين العلماء لما يكلمون عليهم يقولك هم على يمين أهل الجنة حتى في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن احنا نتسابق ونبقى في الصف الأول وعلى يمين الصف الأول ده لوث واب يقولك اليمين أصحاب الميمنة وبعضهم يقول أنهم أهل الجنة أو أنهم خلقوا من شق آدم الأيمن فربنا سبحانه وتعالى لما يختار صنوف معينة أو أشخاص معينة علشان يعطيهم الجزاء ده يبقى أكيد كان عندهم تكاليف ربانية التزموا بيها وحققوها على الوجه اللائق الذي أراده الله منهم فلما حققوا اللي ربنا أرادوا منهم نالوا الجزاء ونالوا السواب ولذلك لما يمكن مثلا إحنا حضرب مثلا بالشرب بتاعنا المية اللي احنا بنشربها أو العصائر اللي احنا بنشربها ربنا يقول لنا في صفة من صفتهم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة أنا جبت الآية دي ليه؟ عشان سيدنا عبدالله بن عباس وسيدنا عبدالله بن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يمزج لأصحاب اليمين مسجع يعني يشربون شراب من الماء ممزوج بالكافور إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها ممزوجة بالكافور طعمها ورحتها ويشربون خلي بالحضرتك يشربون إيه؟ احنا لما بنشرب بنشرب منين؟ من الإناء؟ اللي بيشرب من البير بيشرب منين؟ من البئر مش كده بيملأ ويشرب من إنما دول مش بيشربوا من يشربون بها يشربون بها مش منها أو مش منها خدت بالحضرتك؟ طب إيه الفر؟ آه لا مش عارفة بصراحة لا أعزبتي طيب يشربون بها غير يشربون منها إيه الفرق من الاتنين؟ إن يشربون منها ممكن يشرب بس ما يرتويش شرب من الماء بس لم يرتوي إنما يشربون بها كان مزاج إن الأبرار يشربون من إيه؟ من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشربوا بها عباد الله عينا يشربوا بها عباد الله فالعين المعين اللي بيشربوا بها شربوا إلى درجة الارتواء سيدنا أبو بكر لما شاف سيدنا نبي بيشرب من المية وهو عطشان وعايز يشرب فشاف النبي بيشرب والنبي بيشرب ويرتوي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة جدا قال فشارب رسول الله حتى ارتويت من اللي ارتوى سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر الشرب ده اللي شرب مين سيدنا النبي بس شوف الحب شوف القلب المتعلق والمتدفق بقلب صاحبه بيقولي فشارب رسول الله حتى ارتويت فربنا يجعلنا من أهل اليمين ويسقينا بيدي النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين طيب هل في أعمال لو أنا التزمت بيها وطعات لو أنا التزمت بيها ربنا إن شاء الله يجعلني من أهل اليمين لا شك طبعا طيب هنعرف بقى من حقيق الإجابة بس بعد ما نشوف التقريب ده إن شاء الله نرجع نكمل كلامنا شك طبعا بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك النهاردة موجودين مع حضراتكم في صحراء سيد براني بنستلم دفعة جديدة من الآبار التجمعية لمياه المطر وبنبدأ ببئر السيدة نادية محمد محجوب اللي ربنا أكرمها وكان لها النصيب الأكبر بعمل البئر دي وأنها تهديه لإخواتنا وأهلنا هنا بنقول تقبل الله عملك وجعله في موازين حسناتك وجعل هذا العمل شفيعا لك يوم لقاء الله مؤسسة نبض الحياة بتقول للحج محمد الغازي هديتك وصلت للمستحقين هنا في صحراء براني وبالفعل هديتك البير ده دخل حيز التشغيل وأصبح أهل المكان بيستفادوا منه مؤسسة نبض الحياة بتقول لحضرتك وأهل المكان هنا كمان بيقولوا لك جزاك الله خيرا وربنا يكرمك ويبارك فيك ويجعلهم زر حسناتك وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل سببا في دخولك الجنة وأن يسقيك الحبيب صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا اللهم أمين اللهم أمين أمانات الناس بأمانة في أعناق نحن وشيلنها على كتفنا وبنيجي نسلمها الأهلين في مطروح هدية جميلة لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو الذي ينزل الغيثة من بعد ما قنطوا وينشروا رحمته إبقى إذن البير التجمعية لميها الأمطار هدف مطروح يبير جميلة بتسئل الناس وتشربهم خير ربنا سبحانه وتعالى غيث السماء زي ما بيقولوا كده بيقولوا دي مش مجرد شربة لا ضمية السماء شفا ترجمة نانسي قنقر ما شاء الله على المنتقين المحسنين اللي يعني ربنا يتقبل يا رب طاعتهم واللي إن شاء الله نحسبهم من أهل اليمين بإذن الله كنت بسأل حضرتك هل في أعمال تقحيني لو عملتها بإخلاص إنه أنا أكون من أهل اليمين وشفنا التقرير عن أبار مطروح طيب ناخد بس إجابة سرعة ونصلت الضوء بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وننتقل بقى إلى العمل القب اللي سيدنا النبي صلى الله عليه ندبنا وحفين عليه ألا وهو سقي المن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما في حديث عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحشر الناس وياريت السادة المشاهدين أركز أو في الحديث لأنه مهم جدا جدا والله قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا الناس يحشرون عريانين يوم القيامة وأجوع ما كانوا وأضمأ ما كانوا فمن ستر مسلما في آخر الحديث ستره الله ومن أطعم مسلما أطعمه الله ومن سقى مسلما سقاه الله عز وجل الله يبقى كل واحد يوم القيامة هياخد مقابل العمل اللي كان بيعمله في الدنيا الصنيع اللي انت عملته في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يكافأك بيقولوا ايه الجزاء من جنس الايه العمل من جنس العمل فانت كنت سبيل في ستر مسلم ربنا يستر الانسان يوم القيامة انت كنت أحد الناس أو الدعائم اللي حلت مشكلة كبيرة جدا لناس محتاجين نقطة الميا يسقيك الله عز وجل يوم القيامة ونشوف بقى لما نحط سقي الدنيا في مقابل يوم القيامة لا 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 شتان شتان الفرق ما بين شربة الماء في الدنيا وبين شربة الماء في الآخرة الشمس حضرتك تدنو تقترب من الرؤوس نحن درجة الحرارة لما الحرارة دلوقتي نحن نطلق شغل التكيف عال التكيف أصبط التكيف علشان خاطر مش قادرين نوصل ننزل درجة الحرارة نحن الأربعة وشرين فقد نقتدنو الشمس من الرؤوس لضغط حتى أن من الناس من يلجمه العرق الجامع يغلق في عرقه العرق يجيبه من أخمص قدمي إلى من بتشعري غرقان في العرق بتاعه فمحتاج لزلة محتاج لشربة مية طب أنا عايزة بس أسأل على حاجة سقيا الماء كمان غير أن فكرة حفر الأهبار دي طبعا يعني بالذات أبار مطروح لأنهم عايشين على نعم نعم صحيح سقيا الماء كمان سيدنا النبي يعني يعني فضل طعدي من أفضل العبادات النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث عشان إحنا دايما بنستدل بحديث سيدنا سعد بن عبادة وده حديث واحد من جملة الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث على سقي الماء والدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفسه يعني سقي الحديث من أعظم العبادات النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه أنه هو يسقي الحديث في أثناء في نسك الحج بس النبي ما عملش كده والنبي ما عملش كده رحمه بالأمة علشان الناس ما تظنش بإن سقي الحديث من مناسك الحج فيتقاتلون على ذلك مع إنه هو يقول لنا إن العمل ده السقايا والرفادة من أفضل الأعمال لقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه لو لأني خفت أن ينازعكم الناس لسقيت معكم لو الناس مش هتيجي وتتقاتل على سقي الماء فالنبي قلنا إن ده من أفضل الأعمال وأفضل القربات لا سيما إيه لا سيما إن ده على ظمأ على عطش من سقا مسلما على ظمأ واحد عطشان واحد مش لقى شربة الماء واحد عنده شربة الماء بيعد يشوف نقطة الماء دي اللي بتنزل على الأرض باقي قدي زيها زي أهلنا في مطروح لأنهما عايشين على المطر لو المطر جاء وما فيش عندنا مكان نخزن فيه فهيقعدوا سنة كلها من غير الماء المطر لما شوفي حضراتك لما المطر أصلا بيقل الناس بتعمل يوهدي النبي يعمل ايه؟ بيطلعوا يستسقوا يستسقوا يصلوا ويتوجهوا إلى الله بالدعاء علشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر يغيثهم وهو الذي الدكتور مصابب يفكرنا بالآل الجميل وهو الذي ينزلوا الغيث مش المطر بقى دهو بيغيث الملهفين ما هو المطر ربنا سمى غيث لأنه يغيث مين؟ الملهفين اللي نفسهم في شربة ماء الناس اللي هتموت عشان يشربة ماء من بعد ما قنطوا وينشور رحمتها تكلفة البير ممكن حد يقول دلوقتي حنعرف تكلفته من حضرتك ممكن حد يقول يا ريتني معايا بس للأسف أنا معايش هل ده محروم من النعمة أنه هو يعني يبقى من أهل اليمين من خلال حفر بير في مطروح لا احنا مش عايزين لا نتقلع على الله عز وجل ولكن احنا عايزين نقول ربنا أبواب سعة ورحمته كبيرة جدا وكتيرة جدا ولكن أنا عندي إمكانية ما حرمش نفسه من الخير طب الظروف مش متاحة أو ما بتساعدنيش إلى أن أنا أعمل العمل ده برضو ما حرمش نفسه من الخير شارك أساهم بالله أقدر عليه إن شاءالكم 100 جنيه 100 جنيه بتفرق حضرتك مع الناس دي ومع غيرهم مع كل الأنشطة اللي احنا يعني بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة الحقيقة الدور الفردي الجمال اللي حضرتك بتشوفيه في التقارير ده بييجي من مجموع أفراد أيوه مجموع أفراد مش لازم واحد يعمل بيه بس لا فيه مجموع أفراد بيتشاركوا كمان في العمل ده بس هل بنشوف برضو أسامي الله يجعله ربنا يجعله من أهل الجنة طبعا ما فيه شك فيه حد يقولك لا أنا عايز البير أخذ ثواب كله الواحد مش عايز حد يشارك ده يا بخته بقى بالعمل الصالح اللي هو عمله ويا ثوابه وهنا وساعده عند ربنا سبحانه وتعالى بإن ربنا اختاره أنه قال لا أنا عايز النصيب كله أنا عايز الخير كله أنا عايز المقعد الكبير في الجنة أنا عايز أخذ أفضل وأجمل وأعظم مكان في الجنة أهل اليمين وكمان يوصل إيه يوصل إلى السابقين إلى ردوان رب العالمين يا رب ولكن نحن بنتكلم بقى على الناس اللي هم بيشوفونا ويقعدين زعلانين هم شايفين ونفسوهم بس مش قادرين طب دول هتعملوا إيه قلوهم دينها بسيطة حوشوا معنا حوشوا معنا حوشوا معنا خليكم سفراء في الخير تعالوا كده ونجمع بعضنا كده ونقول تعالوا أشوفوا لان طب ايه والله العظيم هقول لحضرتك لغاية وقت وريب جدا فيه بيتواصل بينا احنا المشايخ بعض المتبرعين والمتبرعات اللي يعني والله احنا بنشهد لهم أمام الله سبحانه وتعالى يعني بمدى إخلاصهم وصدقهم وعملهم الطيب اللي بيبقوا حريصين على أن هم ما يسيبوهوش أنا شفت بعيني شفت بعيني فيه اتنين إخوات فتيات يعني فريعان الشباب دول ما ينفعش شهر يعدي غير لما يباليهم نصيب في الخير في نظر حياة التليفون شاهد والله وربنا شاهد على الناس اللي احنا بنسمع منها العاجة بالعجاب والستة تبقى بتحوش المعاش وتخش بيه جمعية لغاية أول ما تقبض مولانا الشيخ محمد رضا قال لنا فيه الحاجة تهاني مريضة وربنا يا ربش فيها ويعفيها لكن يعني دي من الناس اللي بتتصابق والله لو لا يعني لو لا وحاج فريد وأسامي كير لكنا حكينا وقلنا من الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى يأجر أصحابها وصاحبتها على العمل ده الجزاء العظيم والوفير يا رب العالمين ناس فعلا هم دولة اللي المفروض احنا نقتدي بيهم في العمل والله العظيم انا بغير من يعني يا ماشاء الله يا بختهم يا بختهم كده يا رب فبيهدهم اقتده ايمين ايمين كل دماغهم انهم يتبرعوا للخير مع نبض الحياة لان كمان كلهم ثقة في نبض الحياة يا فندم فبيهدهم اقتده دي مش مقتصرة على سيدنا النبي وعلى الصحابة ده الناس دي ضربت على أرض الواقع النهاردة مثال فعل وتطبيقي على حب عمل الخير وعلى التنفسية في عمل الخير وعلى ان هم نفسوهم ان هم ما يحرموش نفسوهم من الخير بيجمعو حتى من الايه من الجنيهات المت جنيه والمتين جنيه يدخلوا بيوم جمعية وقبل ما تتقبض يبقى بيتصلوا انا هقبل في اليوم الفلاني يبقى طول المندوب هيقبني في المكان الفلاني عشان ياخد التبرع وبتاع فنقول يا باختهم الناس دي والله لها نصيب عند ربنا كبير ان شاء الله كلنا بنوايانا وصدق أعمالنا ودعوتنا لأهلنا واخواننا في الخير يبقى لنا مقعد في أهل اليمين ربنا يجعلنا من أهل اليمين يا رب العالمين انا بأكد تاني 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة 15740 15740 نبتدي من دلوقتي كده يعني نحوش عند ربنا لان خلاص موسم المطر ان شاء الله خلاص قرب فنكون محضرين نفسنا علشان المطر ما تجيش واضيع كده هباءا ربنا يجعلكم من المتقين المحسنين أهل اليمين انا بشكر حضرتك جدا جدا ربنا بلي فيها شوه يفير للأسف الفقرة دي خلصت استنوني الفقرة جاية بإذن الله تعجبكم